اهلا بكم الوحدة الى ربع نشاط ظهيرا من القناة الثانية وهذه أب بلس العنوي بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف مونتيال إفريقيا لسنة 2025 في المغرب الخبر تأكد في القاهرة اليوم والموضوع في أول ملفات ظهيرة وضيفنا في البلاتو اللاعب الدولي السابق خالد راغب ومن الرباط ينضم إلينا ضيوفا في هذا الملف ضمنهم الأستاذ الباحث شؤون رياضية منصف الياسخي المغرب يفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد تسع عشرة سنة من صدورها رسالة من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة ليتولى اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة مشروع المدونة في إطار مقاربة تشاركية وفي أجل زمن حدد في ستة أشهر موجة حر في بعض المناطق بدءا من يوم غد وإلى الأحد المقبل درجات الحرارة في بعض النقاط ستتخطى الأربعين درجة وأحمد حسني في بلاتو الظهيرة أزيد من عشرين ألف مجند ومجندة التحقوا بمراكز التدريب منذ بداية الشهر الجاري روبرتاج الظهيرة من تمارا كنمونا أهلا بكم بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف وقبل أن نفتح هذا الملف الأول ضمن مواد الظهيرة في بلاغ لوزارة القصور الملقية والتشريفات والأوسمة وردنا اللحظة تعلن وزارة القصور الملقية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمدنا السادس سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالعاصمة رباط وذلك بعد صلاة مغربي يومه الأربعاء حادي عشر ربيع الأول من سنة 1445 هجرية اللحظة نفتح أول ملفات الظهيرة بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف كأس إفريقيا في المغرب في نسخة سنة 2025 الخبر تأكد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة المغرب فاز بشرف استضافة هذا الحدث الكروي للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة سنة 1998 وقد استهل أعضاء المجلس التنفيذي للكاف الذين صوتوا بالإجماع على المغرب استهلوا هذا الاجتماع بقراءة الفاتحة على ضحايا زلزال الحوز إذن بالإجماع وبتصفيق أعضاء المجلس التنفيذي للكاف المغرب يحظى بشرف تنظيم المونديال الإفريقي بأغلبية الأصوات بعدما تقدم المغرب بملف متكامل وبمواصفات مطلوبة من الكاف لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مونديال إفريقيا لسنة 2025 للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة سنة 1998 ويحضر ضيفا معنا في بلاتو الظاهرة اللاعب دولي السابق خالد رغيب أهلا بك خالد أهلا وسنة إذن بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف المغرب يحظى بشرف استضافة مونديال قاراتين الإفريقيا 2025 الكان في المغرب ماذا يعني؟ أولا قبل كل شيء أخت سنة كنت أريد أن نقدم تعزيدينا الحارة لصاحب الجلالة والشعب المغربي إلى الفاجعة هذه الزلزال التي وقعتنا في المغرب وكنتمنى أن نترحمه على جميع الشهداء الذين توفوا في هذا الحديث هذا الحدث اليوم فهو حدث تاريخي لأن الكلك يعرف أن المغرب مستضافة كأش إفريقيا منذ سنة 1988 يعني 35 سنة هذا الحدث لا تنظم في المغرب اليوم حدث كبير جدا لأنه بإجماع المكتب المكتب النفيدي الكاف يقرب أن المغرب هو الذي سيأخذ هذا التدور هذا ليس طريق صدفة هذا طريق عامل كبير الذي قام به المغرب منذ الرسالة الملكية التي تقالت في السخيرات منذ ذلك الحالة والمغرب يعمل على البنية التحتية الملاعيب على الطرق على الاتصالات لأنه لا يريد أن تصيب ملاعيب في كرة القدم ويقول غير نظموا هذا الحدث كبير لا كرة القدم نظم دير الملاعيب ثم دير البنية التحتية ودير المسائل الكبيرة اللوجيستيكية إجماع أعضاء المجلسة تنفيذ الكاف على الملف المغربي لم يأتي إذن صدفة بل لأن ملف المغرب كان متكاملا وبمواصفات وصفت بأنها جيدة ومطلوبة من الكاف هل يعني أن أرضية الملاعب اليوم جاهزة لاستضافة مونديال دي القارة الإفريقية هو طبيعة الحال لأن المغرب سيكون في حد تيجاه دي الملاعب نرى الملاعب التي تتبنى دائما ترى الطانجا أقادير مراك فاس المشروع للمركب أمير مولي عبدالله بالرباط اللي الآن سيكون في حلة جديدة فهذا يعني بأن المغرب سيكون في حد الوثيرة كبيرة في الميدان الريادي وخصوصا أن هذا كأس إفريقي دي القارة في 2025 فهذه سيكون للملاعب دي المغرب لكي يصادف مونديال دي القارة لأن كل الشعب الإفريقي والشعب العربي يتسنى المغرب ينضم هذا الحادث هذا فهذا يدل على أن المغرب قوي احتى الدول التي كانت تنافس انتحبت جميع دول التي صارح المغرب لكي يعطي فرصة للمغرب لكي يزيد قوة المونديال دي القارة هذا هو الشيء اللي خلال المغرب اليوم قعل للدول التي كانت تنافس انتحبه وهذا كان يظن على أن المغرب قوي في أفريقيا وقوي في زف لأنه بالحكم كما قلت لك الرسالة السامية للسيدنا اللي غادي في اتجاه ديال النهوض بكورة القدم في المغرب سأعود إليك خالد راغيب بعدما نتوجه إلى الرباط وسينضم إلينا في هذا النقاش الإطار الوطني حسن مومن أهلا بك مرحبا سيدتي مرحبا بك إذن المغرب يحظى بشرف تنظيم المونديال الإفريقي لسنة 2025 بإجماع الأعضاء وبتسفيق أعضاء المجلس التنفيذي وصف الملف المغربي بأنه يستجيب لكل الضمانات ولدفتر التحملات المطلوب ماذا يعني وما هي أبرز النقاط التي يمكن أن نتوقف عندها بشأن دفتر التحملات المطلوب لذا الكاف بدوني شك على أن المغرب تقدم للحصول على شرف تنظيم تدارة 2025 ومنسوش ترشح المغرب تقدم به إسبانيا وكذلك البرتغال بالمسبة لكأس العالم لألفين وثلاثين ومنسوش كذلك مغرب هذه السنوات ويجتهد من أجل نيل أولا تنظيم كأس العالم هذا الدفتر تحملات طبعا كان بمواصفة كبيرة وهذا يخلى على أن لجنة النفيذية على المستوى واتحاد الإفريقي أنهم يلتجوا لمكتب دراسات ألمانية باش أنه يبت في الميرفات التي قدمت من طرف الجميع المودال التي كانت ترشحات من أجل نيل شرف تنظيم هذه التدارة طبعا المغرب لم يشتغل الآن كما قال سيخالي دراغي من 2008 ولمغرب يشتغل من أجل طويل من تحتياج على جميع المستويات ليست فقط الملاعب ولكن كذلك الفنادق كذلك طرقات وسائل التواصل كذلك بالنسبة للمستوى تنظيم لكي أمل منه جميع الدول الإفريقية باش يكون تنظيم مساوى عليه ونهز من المستوى تنظيم في هذه التدارة عام 2025 وهذا هو بداية لمصار التي كانت يكون كذلك جيد بالنسبة وافتتاح لتنظيم كأس العالم 2030 إذن المغرب منطقيا كان يقول جميع لأنه يخص يفوز بهذه تظاهرة ولكن الحكمة المجلس النفيذي للإتعاد الإفريقي التاج إلى مكتب دراسة الألمانية التي يؤكد مرة أخرى لأن الدفتر تحملات المغرب يستجب له على جميع المستوى وربما سيكون أكثر لأن هذه أول خطرة سيكون جميع الفرق المشاركة سيكون لعب التداريب خاص بها بالنظر على الملاعب الأخرى التي ستلعب فيها التظاهرات الرسمية وهذه أشياء كما قلت لكم على أن فيها تحدي المغرب تحدي القارة الإفريقية لكي نقول على أن نرغد في المصار جيد وعلى أن تقديم من أجل نيل شرف تنظيم كأس العالم 2030 ما هي إلى مقدمة ماذا يعني انسحاب جميع الدول من التنافس من أجل احتضان مونديال أو كان 2025 ماذا يعني الانسحاب الدول طبعا كما قلت على أن اللجوء إلى مكتب دراسة الألماني فهو كان حاسم على مستوى التقني طبعا هذا كانت نقطة الأولى نقطة الثانية فكانت مين كذلك على أن من غير المنطق على أن بلد سيبتل إفريقيا على مستوى كأس العالم وتقدم في الترشيح دياله وغادي تجي في أخي المطاف وعلى أن أنا نقول جميع الدول الإفريقية وكل ورع المغرب وغادي نجي في كأس له على مستوى تنظيم وغادي يلقوا المغرب على أن ينافس مطار فرق أخرى أخرى كان عندها الحق تهي أن تنافس الميلف المغربي ولكن الميلف المغربي كما أكتب لكم على أن لا المنطق كان يقول على أن المغرب هو الذي ينضم ولا كذلك الحكمة التي تجعلها المزلسة من خلال المكتب الدراسات تبير على أن الميلف جاهز على جميع المساوات وخير الملعب تانجا وملاعب الريبوت وملاعب أخرى أضيف إلى هذا في البلد الوحيد الذي فيه تيجيفي الذي سيسمح مجموعة البلدان والفرق والتقنيين يمكن أن يتفرج في الرباط ومن بعد العشية يمكن أن يتفرج في تانجا ويمكن أن يتفرج في الدار ويمكن أن يتفرج في مراكش وبالتالي فهذا تقدم الذي يحصل عليها المغرب في السنوات الأخيرة يعطي للميل في المغربي كل مزدقية وكل قوة لكي ينضم هذه الظاهرة وأكيد على أن السياسة الملكية من 2017 فعلقت معها وزيارة يالوي لدارها مع الجموعة البودا الإفريقية كانت مهمة خاصة أننا في منطقة الحراب حولي كان دائما كان الغاية منها هو أن الرفع من قيمة الدول الإفريقية على مستوى السياسي والاقتصادي والتجاري وكثير من هذا فقد نفوزي القجاع كان دكي كذلك لأن سياسة العامة لأخذها صاحب الجلالة وعرف كيف نزل على أرض الواقع اتفاقيات من خلالها تسنات تقريبا ربعا وعين اتفاقية مع الدول الإفريقية التي زارها صاحب الجلالة وبالتالي فقد تكتمل الصورة لأعلم السوى استراتيجية العامة وسياسة العامة للدولة ولا على مستوى كذلك تنفيذ هذه التوجهات ونرى الحمد لله كانت واحدة نقلها كبيرة على مستوى البناء التحتية للمغرب جميع المساويات لأن نظروح وقت على الملاعب ولكن نضروح على المستشوى مرحبا نضروح على طرق نضروح على الفناطق نضروح على جميع الأشياء التي حصل معنا مباشرة من الرباط ومن الرباط من مراكش من الدار البيضاء من العيون الداخلة فاس الراشدية تصريحات استقطت ظاهرة مباشرة بعد الإعلان عن خبر استضافة المغرب للمونديال الإفريقي لسنة الفين وخمس وعشرين فرحة تلتقطها في حديث المغاربة هذا الصباح وهذا ليس غريب على المغاربة والمغرب بما أنه يحتوي على ملاعب كبيرة ملاعب لحقيقة شرفتنا لا في مستوى كأس العالم للأندية أو كأس إفريقيا أو بطولة نسوية كان ملاعب تقريبا في جميع مرات الملكة كان بني تحتية كبيرة سواء طرق أو مطارات أو سكاك حديدية وكذلك الحاجة المهمة هي تشجيع لأنه مكان القواغي في المغرب لأن المغرب في ملعب يكون الجمهور كبيرة خصوص لأنه كان لعب في المغرب ونحن الله ملاك الحمد قدين كأس إفريقيا إن شاء الله تهيين إن شاء الله هذا بطبيعة الحال هو مفخار للمغرب وخصوصا أنه يتمع سياسة التطور ريادي الذي ساعد كبير والمغرب لم يجل هذا الاحتضان من فارغ خصوصا أنه يتوفر على منشآت ومنشآت كبيرة السائل وكاسة إفريقية إن شاء الله ويتنظم في البلاد وإن شاء الله نديه اللقاب المغرب دائما جاهز لتظاهرات هذه وكان الملائب تقريبا نقول شبه جاهزة المغرب تخطوات كبيرة في مجال التنظيم لا بالنسبة الفناديق ولا بالنسبة التنقل الوفود راكمنا تجربة مهمة في 2013 و2014 وهذا دليل على المملكة المغربية استضافة الملتقية الدولية هذا شرف لنا المغرب ينظم كأس إفريقيا وإن شاء الله نديه إن شاء الله هذا الشرف التنظيم كأس إفريقيا هو شرف مستحق للمغرب عن جدار ويستحقق ويجمع جميع الحاضرين في الاجتماع اليوم في الكنفيدرالية الإفريقية لكورة القدم بقي الآن أن ننجح أن تكون هذه التظاهرة الناجحة المغربة معروف عليهم التضامن في إنجاح مثل هذه الأحداث الرياضية التي تشرف المغرب وبالتالي فكأتنا إن شاء الله أن تكون أحسن نسخة الكأس الإفريقية في تاريخ المنافسات الإفريقية البنية تحتية للمغرب وبنية للسيقبال من خلال الفناديق والسياحة والطرق وأسطل المواصلات وامتداد الطريق السيار كل هذه مؤهلات تجعل من المغرب بلد الملتقيات الدولية ناهيك عن الجهيزات الرياضية المتميزة التي أبهرت العالم من خلال مثلا مركب محمد الساديس نحن كاس ساكنة العيون عاقب المغرب الحمد لله من أن ينظم هذا كاس إفريقية 2025 هذا دليل على البنية التي يتوفر عليها المغرب وعليها هذه التقة الثامة التي أعطوها لدول أعضاف الكاس إفريقية لكي ينظمها وعنا الحمد لله يسمو عن نياسر من الحواج التجربة لباقي الدول في إفريقية وإن شاء الله يتخطى هذا كاس إفريقية أطم أحسن وأطم أحسن هذا كاس العلي بالتخطى إن شاء الله وليس توجه به إن شاء الله صراحة الله هذا تكليف وتشريف للبلاد بالنظر للمجازات التي يحققها سوى المنتخب الوطني المغربي في مونديا القطر 22 كذلك التوفر على بنية تحتية رياضية في المستوى بنية طرقية بنية فندقية مطارات طرق وسكاك حديدية من تراز العلي التي تسمح لنا أن نستقبله القارة الإفريقية في بلدنا المغرب إذن بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف كاس إفريقيا في نسخة 2025 في المغربي الخبر تأكد اليوم في القاهرة تفاصيل عملية التصويت معك محمد قرد دقيقة صمت ترحما على ضحايا زلزال الحوز وفيضانات ليبيا سبق للشماع لاتحاد الإفريقي صباح اليوم بالقاهرة كما كان متوقعا اسم المغرب يتصدر المشهد نهائية كأس أمم إفريقيا في ضيافة المملكة المغربية كل الدول المنافسة سحبت ترشيحها لوزن وقوة الملف المغربية المراشح أيضا لمونديال 2030 كما جاء على لسان رئيس الاتحاد الإفريقي باطريس موتيبي كان متوقع ومنتظر جدا على أن المغرب يحضر شرف تنظيم لها التظاهرة القارية من بعد غياب لتقريبا الواحد 35-36 سنة لأنه آخر كأس إفريقي التي تنظيمت في المغرب كانت في 88 وبالتالي فكان الانتظارات ولكن الانتظارات كانت بواحد العمل قاعدي بواحد المجهولات التي كانت والتي تنهرتها المملكة المغربية فوز المغرب بملف ترشح الاحتضان نهائية كأس إفريقيا للأمم 2015 وشكل متوقع يعني لعدة أسباب لأن الملف قوي جدا مملكة رفع التحديات وكسب الرهانات تحظى بشرف تنظيم كأس إفريقيا للمغرب كل المقومات لجعل النسخة متفردة كيف لا وهو الذي خابر في سنوات الأخر الميدان باحتضانه وبامتيات تظاهرات ستبقى راسخة في الأذهان من سوش على التظاهرات الأخيرة التي تمتع المستوى المملكة المغربية كنت تكلموا على كأس إفريقيا لكورة القادمة من نسوية كنت تكلموا كذلك على كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة كأس إفريقيا للمحليين كأس العالم الأمدية في ثلاثة دي لمناسبات آخر وهذه النسخة الأخيرة التي كانت بمدينة طانجة بمعنى أن المملكة المغربية أثبتت على أنها قادرة على رفع التحدي في جميع المنافسات تمجح من فارغ لأنه إلى جينة نشوفه على المستوى القار يعني كأس إفريقيا للأمم للشبان يعني وأيضا كأس إفريقيا للسيدات وأيضا هناك مشاريع لاحتضان يعني السنة المقبلة لعدة تظاهرات إفريقيا مغرب قوي بسواعد أبنائه وبرؤية متبصرة لجلالة الملكة الذي يولي القطع الرياضي اهتماما ومكانة كبيرة مغرب يحصد اليوم ثمار تخطيطه المحكم وجهوده المبدولة على المستويات كان سنة 2025 إذن في المغرب أما بالنسبة لكأس إفريقيا لسنة 2027 فسيكون التنظيم ثلاتيا بين كينيا أغندا وتنزانيا وفق الأنباء القادمة اللحظة من القاهرة ينضم إلينا في هذا النقاش الباحث في شؤون الرياضية منصف اليازغي أهلا بك منصف اليازغي من رباط إذا المغرب بعد نسخة 88 بعد 35 سنة المغرب سينظم كأس إفريقيال سنة 2025 إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف ماذا يعني لك منصف يعني ذلك سيدتي بأنه المغرب راكمت راكمت عدة في العشر سنوات الأخيرة وقدمت دليل تلو الدليل على أنه الأقدر على أن يكون رائد كرة القدم الإفريقية استضاف تدريبات المدربين الأفريقاء استضاف الجمعية العمومية للانتحاد إفريقي استضاف كل ما يمكن أن يشكل إضافة للكاف قام بذلك فعليا لم يقل ذلك في الخطابات العشواء لم يقل ذلك في خطابات إعلامية مضللة بل مارس ذلك فعليا تماشيا مع سياسة أخرى قادها الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس عندما عاد المغرب إلى العمق الإفريقي الآن نشاهد تمرت هذه المجهودات التي قام بالمغرب على المستوى الكراوي يتضح بأن المغرب توج ما صاره في العشر السنوات الأخيرة بطائبي قد نقول حلوة جميلة وهي كأس الفريقي عام 2025 وبالتالي المغرب كان الحق بها أكثر من ذلك عندما نرى الكاف للبعض انتقادان ولاحظ بأنه كانت حكيمة جدا ماذا قال مدسبي في ندوته الصحفية قال بالحرف أنه مغرب مرشح لكأس العالم 2030 لا يمكن إلا أن نكون إلى جانبه من خلال كأس الفريقي 2025 التي ستكون استعدادا لهذا البلد من أجل دورة 2030 وأن الكاف مستعدة تقديم أي دعم كيفما كان للمغرب أكثر من ذلك تظهر حكمة الكاف وأنه ضدا على كل التوقعات تم مع كأس الفريقي 2027 لملف ثلاثي وفي ذلك سر وهو أن آخر دورة نظمت في شرق إفريقيا كانت سنة 1976 بأيوتوبيا ومنذ ذلك الوقت لم تنظم أي دولة من شرق إفريقيا ولو تظهر واحدة وبالتالي منح هذا التولتي هو تصور من طرف الكاف من أجل تطوير كرة القدم في هذا الشطر من القارة الإفريقية إذن المغرب الآن وصل إلى مبتغاه بتنظيم كأس إفريقي 2025 بالتأكيد على مستوى الجاهزية لا يمكن الشكيكة في ذلك فيكفي أن أشير بشكل مستعجل وأنه المغرب نجح في تنظيم جميع التدورات الأخيرة إلى درجة أنه بعد تنظيم لكأس العالم الأندية بشكل ناجح وكأس إفريقي للسيدات طلبت الكاف من المغرب بشكل استثنائي وغير مسبوك في القارة الإفريقية أن ينظم مجددا للمرة الثانية على التولي كأس إفريقي للسيدات على اعتبار النجاح الذي خلف هنا بالمغرب بدون أنه عارج على كأس إفريقي لأقل 23 سنة التي منحت لهذه المنافسة بعدا آخرا جماهيريا إذن الأمر هو نتاج تركمات ولا يمكن أن نعتمد على حماسي زائد من أجل تنظيم تظاهره بل يتوجب أن تكون لديك رؤية وتصور واضح من أجل الاستضافة أما ما يتعلق في البنية والجانب التنظيمي فأعتقد أن المغرب خبرة في إنهاء ورشه من أجل تجديد ملاعب أما الخبرة التنظيمية فأعتقد أن الأمر لا يحتاج لنقاش بالمغرب تعلي أقف عند النقطة التي توقفت عندها منصف اليازغية وهو القارة الإفريقية اليوم بإعلان المغرب البلد الذي سيحتضن مونديال إفريقيا لسنة 2025 القارة الإفريقية تدعم ضمنيا وبشكل رسمي المغرب لاحتضان مونديال 2030 هذا الدعم الإفريقي للمغرب لم يأتي من فراغ وقد توقفت عند شق التجهيزات وهنا الكاف كانت واضحة لجنة تقنية خبرة ألمانية درست الملفات التي تنافست من أجل احتضان المونديال الإفريقي وتبين بالملموس أن المغرب يتوفر على البنية الرياضية والبنية التحتية لاستقبال مونديال القارة الإفريقية كل الضمانات وملف متكامل هل نتوقع مونديال إفريقي بنكهة مغربية 2025 بطبيعة الحال وهنا أدعم ما قلت السيدة سناء هو أنه البعض يعتقد سواء في كأس إفريقيا أو كأس العالم أن الأمر محصور في البنية التحتية الرياضية أي الملعب في حين أنه لجاند تفتيش لديها اعتبارات أخرى ولديها معايير أخرى تتماشى وتصل إلى غاية البنية الطرقية المطارات البنية الفندقية يكفي أن أشير بأنه المغرب عندما نجد الشروط الموضحة في دفتر تحملات كان 1025 نجد بأنه الأمر عادي جدا ملعبين بـ 40 ألف ومتفرج وملعبين بـ 20 ألف وملعبين بـ 15 ألف أي أن المغرب متجاوز لهذا الشر ثم أنه المغرب ماذا قدم قدم 24 ملعب للتداريب في الوقت الذي لا تجد بعض البلدان ملعب للتداريب منتخباتها وأكثر من ذلك قدم 36 وحدة فندقية بمعدل 6 فنادق في كل مدينة من بإمكان أن يزيد على المغرب في هذا المجال هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهو أنه المغرب أتبت طيلة سنة وآخرة أنه رائد كرة القدم الأفريقية والأكيد أنه شهر مارس الماضي برواندا عندما تم حدثين الحدث الأول هو أنه المغرب اختار رواندا أي في قلب أفريقيا ليعلن أول مرة عن ترشيح لكأس العالم 2030 لم يختر أن يكون الترشيح بالمغرب أو في مكان آخر بإسبانيا والبرتغال بل أعلن عن ترشيح المغرب بكأس العالم 2030 من قلب رواندا وهي إشارة إلى انتماء الأفريقي وإيمان المغرب بالعمق الأفريقي النقطة الثانية هو أن رواندا شهدت حدث آخر وهو تتويج الملك محمد السادس بجائزة تمييز عرفانا بما قدمه المغرب للقرى الإفريقية وذلك ليس في مغالات أو مزايدة بل هو أمر واقع إلى جانب أن تجد تصريحات يدفع عليها الأموال باهدة من أجل تصريح من موتسيبي أو إيفانتينو نجد بأن الاثنين معا ما قاله في المغرب منذ المونديال إلى غاية الآن ربما يشريه البعض بالأموال ويبحث عنه البعض بأي طريقة في حين أنه قالوا بأنه يجب أن نقيف احتراما للمغرب وأن ندعم المغرب والمغرب ما أنجزه على الساحة الإفريقية لا يمكن إلا أن يحييه الجميع إذن المغرب في الطريق الصحيح نريد أن تكون هناك سياسة ريادية ولا نظل حبيسي سياسة كوروية اللي نحيق الآن ناجحين على المستوى السياسة الكوروية في جميع المستويات كدبلوماتية ريادية كقوة ناعمة استطاع المغرب توظيفها في إطار ما يعرف بالسوفت باور وكيف استطاع أن يهيمن على الساحة العالمية ليس بالحروب ليس بالعداء ليس بالأشياء الخارجة على القانون بل من خلال أشياء كما يسميها جوزيف ناي يقول بأنه بإمكان تفرد نفسك على العالم ليس بالدرجة بالحروب أو بالعقوبات بل بإمكان عن طريق القوة التقافية وتندلج دمنها المسرح الموسيقى التقافة وأيضا الرياضة المغرب صار في هذا النهج ومنح الصورة جميلة للعالم عن المغرب والأكيد أنه هذه الصورة ستذكرت في 2025 لأنه كما قال صاحب جلال في خطابه قبل حوالي شهرين قال بأنه المغرب سيقدم سنة 2030 أفضل نسخة لكأس العالم وهو عندما يلتزم فإنه أعلى سلطة بالكبلاد تلتزم بأنه يكون دورة من أروع ما يكون أكثر من ذلك أشار إلى أنه الشباب المغربي عندما يدخل التحديات فهو يفوز بهذا التحدي وبأن ولد الشباب المغربي فقط تعوز الإمكانيات وعندما تحضروا فيك إمكانيات فإنه يخلق الإعجاز وأعطى مثلا بكأس العالم بقطر إذن كرة القدم وما أنجزه المغرب هو إلهام للشباب المغربي وأيضا إلهام لنا جميعا لنفتخر بهذا البلد ونقول بأنه كأس العالم ستكون احتفالا بإعمار الحوز لأنه البعض في العز الأزمة التي عاشها المغرب في عز المحنة التي عاشها المغرب سرب وقال عن طريق وسائل إعلامية رسمية بالجوار قال بأنه المغرب سينسحب من تنظيم كأس الفريقية أنا أقول من هذا المنبر من انسحب هو ذلك الجار الذي روج لهذا الخطاب والمغرب ستكون 2025 ليس فقط لتنظيم كأس الفريقية وإنما أيضا الاحتفال بإعمار منطقة إقليم الحوز العزيزة علينا جميعا شكرا لك منصف ليازغي الباحث في السياسة والشؤون الرياضية كنت معنا مباشرة من الرباط شكرا لك سيدتي مرحبا بك منصف أعود إلى ضيف الملف في البلاتون اللاعب الدولي السابق خالد رغيب استمعت معنا لشهادات الناس من دربيضة إلى العيون هناك فرحة تلتقطها في حديث المغاربة هناك خبراء في المجال الرياضي يؤكدون أن القارة الإفريقية وقفت للمغرب وصفقت لملف المغرب وبالتالي المغرب سيحضى بشرف تنظيم مونديال إفريقيا 2025 بعد نسخة 1988 شنو يعني لك هذا بالنسبة لك كلاعب دولي سابق وفي الحقيقة هذا شرف كبير أي لعب يلعب كاسي إفريقيا في بلاده أنا سبق يلعب كاسي إفريقيا في سينيغار في 1992 ولكن الآن سيكون كاسي إفريقيا في المغرب سيكون شيء مختلف كما قال سيتلعب في الصيف سيتلعب في الصيف وكننا عرفوا أن الصيف ستكون لدينا الحرارة ولكن لدينا مدن جميلة جداً لدينا البحار لدينا المسابيع لدينا بزاف الأمور والشيء الجميل كما قال حسن مومن قبل هو أن القطار السريع تقدر تفرج مقابلة في طانجة مع الجوج وكانت مقابلة في الرباط مثلاً في الضالبي مع السر تأخذ القطار السريع وسأتجي تفرج بلما تسن تأخذ طياره غير القطار السريع سيجيبك تقدر تفرج في ثلاثة الماتشات في مقابلة إذا كانت قطار ظهرتها في كأس العالم يعني الناس تفرجوا في ثلاثة الماتشات في نهار واحد تنظن في المغرب سيكون هذا هذا هو الذي سيجعل نكهة جميلة جداً لعب للتدريب 36 وحدة فندقية بمعدل 6 وحدات فندقية في كل مدينة بمعنى أنه الأرضية والبنية التحتية مؤهلة العرس كوراوي إفريقي خالص في المغرب هذا هو الرسالة الملكية السخيرة 2008 تم بدون المشاريع الملاعب وننسو الدور الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية في شخص فوزي القجاع لأن نقع المدن تقريباً تصيبوا فيهم الملاعب وفرقة الهوة واليوم كان توسعة ملاعب كبرى في المغرب الأوراة مفتوحة رأى دلطان كمسالات البطورة العام لفترها مخدامين فيها ديال الرباطرها لم يبقى يبدأ من جديد إذا يتغل مركز محمد السادس تلقى فيه ثمانية الملاعب أو تسعود الملاعب زائد ملعب وهو قاعة مغطاة البنية تحتية في المغرب لدخل المركز محمد السادس لدخل تقول واشا في المغرب أو خارج المغرب لأن هذا شيء خيالي أنا شتوج خطرات أسماء وازنة في المون ديالي توتكلمات على بنية رياضية فاجأت كبار كرة الخدم وهذا ما نتمنى في جميع المدن يكونوا ملاعب جميلة جدا والخصوص الذكر هو أن الملاعب التداريب 24 ملعب ملعب للتداريب هذا هو الذي كان قوي وانت بنى عضلة ملعب للتداريب نريد إن شاء الله خليد راغيب اللاعب دولي السابق شكرا لك كنت معنا ضيفا في أول ملفات الظاهرة الذي خصصنا طبعا للخبر الذي وردنا قبل قليل من القاهرة وهو شرف تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 في المغرب بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف فيما نسخت كان 2027 بتنظيم تولتي كينيا أوغندا تنزانيا اللحظة في ثاني ملفات ظاهرة المغرب وبتوجيهات ملكية يفتح ورشا كبيرا وهو ورش مراجعة مدولة الأسرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وجه في هذا السياق رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليتولى اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة مشروع للمدونة في إطار مقاربة تشاركية وفي أجل زمني محدد وهو ستة أشهر كيف وذلك من خلال الاتصال بكل الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو حقوقية أو قانونية أو دينية أو هيئات من المجتمع المدني لتقديم أرضية مقترحات إصلاح وتعديل ستنبطق طبعا عن المشاورات التشاركية الواسعة يتم عرضها على أنظار جلالة الملك محمد السادس ثم على البرلمان المغرب إذن يفتح ورش مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022 تجسيدا أيضا للعناية التي يليها جلالته لقضايا المرأة والأسرة بشكل عام يونس رفيق رغم أنها شكلت قفزة إلى الأمام إلا أن التجربة أثبتت أنها غير كافية مدونة الأسرة التي صادرت سنة 2004 واجهت عوائق حالة دون تطبيقها الصحيح بعضها سوسيولوجية تحدث عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة الماضية تمثلت بالاعتقاد حتى لدى بعض رجال العدالة بأن المدونة خاصة بالنساء والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها فالمدونة تقوم على التوازن لأنها تعطي المرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقها وترائي مسحة الأطفال لذا نشدد على ضرورة الالتزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية جلالة جلالة الملك أعطى إشارة قوية في خطاب العرش لسنة 2022 بضرورة إعداد إصلاح لمدونة الأسرة يقوم على تجاوز الاختلالات والسلبيات التي حالت دون التطبيق السليم لبنود المدونة إصلاح يحرص جلالة الملك على أن يتم في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمعي المغربي كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت أنت التجربة ومراجعة بعد البنود التي تم لانحراف بها عن أهدافها إذا اختطى الحال ذلك وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان فإنني لن أحل ما أحرم الله ولن أحرم ما أحل الله لا سيما في المسائل التي تؤثر تؤثرها نصوص قرآنية قطعية ومن هنا ومن هنا نحرس أن نتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراق جميع المؤسسات والفعاليات المعنية هي عناية ما فتأت جلالة الملك محمد السادس يوليها للأسرة المغربية تتأسس على تعزيز حقوق المرأة باعتبارها محور الأسرة ذلك أن تقدم المغرب يقول جلالة الملك يبقى رهيناً بمكانة المرأة مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية تظل الحل الأوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية والكلام هنا للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلالة في نيويورك في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة طارق غانم المغرب متشبت بحل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية مما سيمكن من تعزيز الاستقرار والسلم بالمنطقة وعموم القارة الإفريقية هذا ما أكده عمر هلال الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة موضحاً أن الرباط تدعم جهود المبعوث الأممي ستفان ديمستورا لإعادة إطلاق الموائد المستديرة وبنفس المشاركين وعلى رأسهم الجزائر يجد التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا سياسياً وواقعياً وعملياً ومبنياً على التوافق كما تظل مبادرة الحكم الداتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية هي الحل الوحيد والأوحد ولا بديل له لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ويعرب المغرب عن قلقه إزاء الأوضاع الكارثية التي تعرفها مخيمات تندوف بالجزائر التي تفرد سلطتها غير القانونية لحماية جماعة انفصالية مسلحة ذات ارتباطات إرهابية قانوني لحماية لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموتقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية إن هذا الوضع الشال يستعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في انتهاك واضح وصاريخ صاريخ لقانون دولي ولنداءات متكررة لمجلس الأمن منذ 2011 وبالحزم والجدية والإرادة التي تجسد قيم المغاربة يؤكد عمر هلال أن المملكة واجهت تبعات زلزال الحوز المدمر والدليل أنه منذ اللحظات الأولى للزلزال أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لتعبئة كل أجهزة الدولة لمواجهة آثار الزلزال التي تصل اليوم مرحلة إعادة البناء والإعمار أعطى جلالته توجيهاته السامية لتفعيل برنامج مدروس ومندمج وطموح بهدف تقديم جواب قوي ومنسجم وسريع وإرادي لكل تداعيات هذه الكارثة الطبيعية بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ 12 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات تغطي الصيغة الأولى منه كل المناطق المتأثرة وتستهدف ساكنة تبلغ 4.9 مليون نسمة وأبرز الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة عمر هلال مجموعة من الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب وعلى رأسها النموذج التنموي الذي أعطى جلالة المالك انطلاقته لإحداث تنمية مستدامة بعموم التراب الوطني كما أسفت ذكرى في العنوين عددهم يفوق العشرين ألف شخص التحقوا منذ بداية الشهر الجاري بمراكز التكوين العسكرية هم مجندوا ومجندات التجريد التي تحمي الرقم 38 للخدمة العسكرية نتحدث هنا عن 12 شهرا مقسمة إلى مرحلتين سيتلقون خلالها تكوينا في شق عسكري يليه تأهيل مهني سيتوج بالحصول على شهادة تؤهلهم طبعا للاندماج في سوق الشغل والنموذج من مركز التدريب بيتمارا معك مريم أملل أسامة غرامي لبينا نداء الوطن والتحقنا بالفوج الثامن والثلاثين للخدمة العسكرية متطوعات ضمن 20128 مجند ومجندة التحقوا منذ بداية جوتنبر الجاري بمراكز التكوين العسكري بوجودكم في مركز التكوين ستستفيدون من برنامج تكويني شامل هنا بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بيتمارا تصغي المجندات بإمعان للتوجيهات والضوابط فرحلة التكوين لا تكتمل دون الالتزام بها في هذا الفترة الوجيزة تعلمت الاعتماد على الدات العمل الجماعي الالتزام بالوقت والإخلاص في العمل بحماس وطني وانضباط وتزان ترسم المجندات مصارهن بخطوات ثابتة في أول الطريق أربعة أشهر ستتلقى خلالها المجندات تكوين أساسيا حول الشق العسكري وفق برنامج متكامل يضم الأمن العسكري ونظام القتال والقانون وكذا التنمية الذاتية والأخلاقية نلتحقت بالخدمة العسكرية في بداية شهر سبتمبر لحظت عدة تغييرات سواء على المستوى النظري أو تطبيقي وكذلك على المستوى الانضباط الذي تعتبر هو القوى المعنوية للجيش طموح ديالي من هذا التجنيد هو أنني نطور القدرات المهنية التي تسبتها في فترة ديال الدراسة ديالي واحتمنا التداريب البدنية والأسكرية بعد استكمال المرحلة الأولى من التكوين الأساسي تمر المجندات خلال ثمانية أشهر المتبقية لفترة التأهيل المهني في عدة تخصصات تهم أساساً الحلاقة والتجميل والمعلوميات تخصصات ستساعدهن على الاندماج داخل سوق الشغل إذ ستكلل بحصولهن على شواهد مهنية ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعون بعد قليل جائزة كوفي عنان الفخرية للسلامة الطرقية منحت لنهسا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتجنيد رخص السياقة في كلمة القانون عبدالفتحم من بعد قليل القرية الضغمونية في مداغ والتميز المغربي في منتجات مشالية في بصمة صنع شلمة قبل ذلك انطلقت عملية ترميم وصيانة ما دمره زلزال الحوز بالمدينة القديمة لمراكش وأنت تتجول اليوم عبر أزقة ومواقع مراكش السياحية تتظهر لك الأوراش مفتوحة من أجل الترميم وارتياح كبير جدا يسجل في صفوف المهنيين والتجار على حد سواء حسن الحمادي هذا الصباح من مراكش لجنة المختلطة تجوب أزقة وفضاءات المدينة لضمان صير عادي للحركة التجارية والسياحية كذلك اعتمدت اللجنة على عملية تدعيم البنايات المهددة بالإنهية كما قامت بهدم كليين أو جزئين لبنايات أخرى وكيف تتلاحظون رغم كان تدعيم رغم كان الأشغال رغم واحد عدد كبير ديال السياح اللي تمر من هنا وتيشوف وتي نوه بالعمل اللي قايمين بيه اللي تشجع لقايمين بيه لا لاحظتوا بأنه في ساحة جامع الفنا تما كان كل مكان ديال فين كان الماتيريو كله وما كان الماتيريو وما تيخرجوا لأي مكان من الأماكن المجاورة باش يمدوا لتدعيم ديالا وإزارة الخطر ارتياح يستجل في صفوف السياح والتجار والساكنة كذلك بعد انطلاق عملية تدعيم وترميم ما دمره الزلزال هنا نخص منطقة المشور قشيش جامع فنا وسيد يوسف بن علي هذه العملية اللي جندت لها الوزارة جميع الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة بالقيام بعملية وكذا تعبئت مكاتب الدراسات والمهندسين للمشاركة في هذه العملية هذه السرعة في الاستجابة هي نتيجة تدافر جميع الجهود المتدخلين وكذلك هي نتيجة واحد الخبرى لراكمتها مدينة ماء مراكوش في مجال إعادة تأهيل الأنسجة العتيقة ومعالجة المباني المتدررة ورش مفتوح بالمدينة القديمة التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا مرتبطا بالقطاع السياحي كما تحتضن ساكنة مهمة تضررت منازلها بفعل الزلزال المدمر كيفية عملية تدعيم هذه المباني ويجعلها لا تشكل أي مساس بالحياة العادية في المدينة القديمة وانتم كتشوفوا الحمد لله المدينة في الرواج السياحي المأهود هذا بفضلها التدخولات لأنها التدخولات الهدف ديالها هو أنه جميع المجهودات التي تبدلت في إطار البرنامج تموي الكبرى التي عرفتها المدينة يبقى الوقع ديالها مستمر ويبقى متواصل مراكوش تعيش على إيقاعها المعتاد وإشادة التجار والسكان بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها السلطات المحلية وباقي المتدخلين تتوصل عمليات البناء والترميم هنا بقلب المدينة الحمراء مقابل ذلك ترتفع وطيرة النشاط السياحي بتوفد سياح وضيوف جدد على المدينة فالحياة تعود من جديد رغم الهزة الأرضية خريف ساخن على ما يبدو في بعض المناطق ببلادنا درجات الحرارة وفق مديرية الأرصاد الجوياس درجات الحرارة ستقفز في بعض المناطق إلى 43 درجة بدءا من يوم غد الخميس أحمد حسني في بلاتو الظاهرة معنا ليوضح أكثر أهلا بك أحمد حسني أهلا سنة بداية قبل ما نعرف المدن والمناطق المعنية بموجة الحر هل نحن أمام موجة حر استثنائية؟ سنة إلى ما زلكت ذكرية السنة الماضية خاصة في الأواخر دي الشهر أكتوبر كانت عرفات المملكة وحد الموجة دي الحر فبالتالي هي ليست استثنائية فالطبيعي يحدث تدبدب في الحالة الجوية في هذه الفترات الانتقالية بين الفصول ففي شتنبر من السنة الماضية همت موجة حر منطقة الشرق وتوصلت لأربعة أيام وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت الأربعين درجة بيكون من فاس تازة وورززات وبعد أن كانت سنة 2022 هي السنة الأكثر حرارة نسير الآن أن يكون العام الحالي محطما لكل الأرقام القياسية السابقة إذن اللحظة ما هي المناطق المعنية بهذا الارتفاع الذي سيستجل في درجات الحرارة بدءا من يوم غد إلى الأحد مقبل إن شاء الله سنة بالنسبة لموجة الحر التي ستهم اتداء من يوم غد المملكة ستواصل لنهاية الأسبوع فمصدرها كتل هوائية مدارية ستهم بلادنا وجنوب أوروبا ويتوقع أن تروح الحرارة بين 38 و 42 درجة بكل من أقاليم العرائش والزان تاونانت سيدي سليمان سيدي قاسم والقنيطرة كذلك الفقي بن صالح بن ملال سطات شيشاوة رحامنا قلعة سراغنام والراكوش واليوسفية وبتارودانت وبين 36 و 39 بأقاليم النواصر بديونة جديدة كذلك بأسفي صويرة بصفرو إفرانش وكايت بها بإنزقان أيتملول تزنيت أقدير إدوتانان بطنطان بسيدي إفني وقلميم ومن مرتقب أيضا أن تسجل درجات حرارة أو تسجل درجات حرارة تراوح ما بين 38 و 43 درجة يومي السبت والأحد بالأقاليم الصحراوية للمملكة سنة إذن موجة حرارة تقريبا كتعم جميع مناطق المغرب وإن بدرجات متفاوتة شكرا لك أحمد حسني على كل هذه التوضيحات كما أشرت من قبل في العنوين جائزة كوفي عنانا الفخرية لسلامة طرقية في نسختها الثانية منحت في مراكش للوكرة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بنخصة الموعد احتضنته مراكش مراكش التي ناقشت على مدى يومين سؤال سلامة طرقية في قارتنا الإفريقية إفريقيا التي تفقد سنويا أزيد من 300 ألف شخص في السنة إذن بسبب حوادث السير احتفاء بالأفكار والخطط المبتكرة التي تساهم في الحد من حوادث ياسير بالقارة الإفريقية أعلن في مدينة مراكش عن اسماء الفائزين بنسخة ثانية لجائزة كوفي عنان السلامة الطرقية بلادنا كانت اخدت واحدة استراتيجية في 2017 تستر باش نقصوه بالنصف العدد الوفايات على الطرقات المغربية بالنسبة لجميع المستعملين هذا التقليص هذا كان خصنا وصله له سنة 2022 نتنشوف الأرقام الحقيقية في 23 على سبيل المثال قلصنا ب7% ولكن لتيتير الانتباه هو أنه هذا التقليص هذا متفاوت حسب المستعملين للطرقات فإنش فينا مستعمل السيارات تخفض بـ 30% حقيقة جائزة تدبير السلام على الطرقات كانت من نصب وزارة لشغال العمومية والنقل بمملكة السواتينية فيما جمهوريتها البنين حازت جائزة أخرى من نصب وزارة النقل وسياسة المدينة والتنمية المستدامة المغرب حاز جائزة الشرف نهني أول مملكة المغربية على حسن تنظيم هذا الملتقى ونحن مسرورون بهذه الجائزة التي حصلنا عليها في المغرب بقبول تنظيم مثل هذا الملتقى وحضرنا جميعا هو تكريم لكل الضحايا بعد الزلزال هناك ذلك ضحايا تحصدهم حوالثوها السير بقارتنا بشكل صامت نقف معهم ونقدم تعزينا لهم ونؤكد على دعمنا للمملكة المغربية جائزة كوفي عنان لسلامة الطرقية وحدثت عام 2022 بعاصمة غانا أكرى بهدف تبادل الخبرات لتقليص حجم الخسائر البشرية على الطرقات بالقارة الإفريقية في سؤال السلامة الطرقية نتوقف في كلمة القانون اليوم عند شق تجديد رخص السياقة وينضم إلينا عبد الفتاح مومن عبد الفتاح إذن هناك حالات يفترض أن تجدد رخصة السياقة نعلم أن المغرب شرعة منذ مدة في تجديد مجموعة من الوثائق إلكترونيا البيرمي حتى هو معني نعم سناء هناك حالات محددة على سبيل الحصر يمكن فيها أو يجب فيها تجديد صلاحية رخصة السياقة يبقى أهمها ومرور مدة عشر سنوات على رخصة السياقة القادمة الحالات التي تلزمك بتغيير رخصة السياقة هي ثلاثة أولها الضياع أو التلف والمقصود هنا بالضياع أنه انتهاء صلاحية رخصة السياقة المحددة في عشر سنوات تغيير هوية صاحب رخصة السياقة سناء تغيير هوية صاحب السياقة يعني لا تشرحوش في الناس لأنه شي واحد مثلا يغير كنيا دياله مثلا يقعوا بعض الناس يغيروا كنيا دياله وكيني ناس يغيروا الصورة ديالهم مثلا يجي في عشر سنوات يتبدل فهنا ممكن أنه نطلبه تغيير تبدل في شكل خسنين بدل نحترقين الناس يعطيهم القانونات تبدل لكنيا ديالك ولا تبدلت مثلا عنوان ديال الساكن لأنه ستبقى تجيك لمخالفة العنوان القديمة وممكن يوقع لك يمشون المحكامة وتوقع لك مثلا غارمة فهذا من الأحسن أنه إليك تغيير الهوية أو تغيير العنوان تغيير كذلك رخصة السياقة إذن يجب التوجه إلى أقرب وكالة لبريد بانك أو بريد كاش من أجل تقديم طالب التجديد وتصهر هذه الوكالات على استلام الملفات المقدمة من طرف المواطنين واستغلالها بالنظام المعلوماتي الذي وضع عارة هنا إشارتها من طرف الوكالة الوطنية لاستلامة الطرقية تقوم المصالح الإقليمية التابعة للوكالة كمركة تشجيل السيارات بالمصادقة على المجرفات وبعد ذلك يقوم المواطن بسحب رخصة السياقة على مستوى وكالة بريد بانك أو بريد كاش التي تقدم بها لطلبه ويمكن المواطنين كذلك تتبع مصار معالجة طلبهم عبر المنصة الرقمية لنارسا بعد معالجة الطلب سيتوصل المرتفق السناء برسالة سياقة سيرة تفيد أن رخصة السياقة هي موجودة مثلا عندو ذلك الرخصة قديمة وقرر أنه يجددها لأنه مطالب بتجديدها واش في هذه الحالة بأي توثيقة غاديمك اللي يسوق أولا المغزى من أنه نديره تجديد بطاقة تجديد رخصة السياقة عن بعد يعني ما بقى ذلك الوكالات تغيسيات وبالتالي ولا عن بعد وبالتالي فحتى الوثائق أصبحت قليلة بالمقارنة مع السابق في حالة تالف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة الإلكترونية يجب تجهيز الوثائق التالية المطبوع الخاص يجب أن يكون معبئا بشكل جيد من قبل صاحب الطلب إتبات هوية صاحب طلب ومحل إقامته بوسطة الإدلاء بالنسبة للمغاربة بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية صلاحية أو جواز صفر المغرب سارية صلاحية بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب نسخة من بطاقة الإقامة بالمغرب سارية صلاحية كذلك أو بوصل إداء طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلما منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصارح الأمن أو الدرك الملاكي وصل أداء واجبات التشجيل والتنبر شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلما كذلك من طرف طبيب معتمد تثبت الأهلية البدنية والدهن لصاحب الطلب لسلف رخصة السياقة المطلوب صورة فوتوغرافية للتعريف بالألوان كذلك رخصة السياقة الأصلية القديمة وفي حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة بالإضافة إلى الوثائق السابقة تضاف إليها نسخة سنة من القرار الإداري أو القضائي الذي يثبت أنه فعلا كان هناك تغيير هوية هل هذه الفئة معنية هي الأخرى بتجديد رخصة السياقة هو معنية ولكن هي ليس هناك تجديد وإنما الحصول على رخصة السياقة جديدة عندما تمر عشر سنوات أو تغيير يتم التجديد هذه ليست هناك تجديد لأنه بعد مرور أو بعد السن فالثلاثين نقطة التي ستصبح ليست لك نهائي رخصة السياقة وبالتالي يجب طلب رخصة السياقة يجب الانتظار ستة أشهر تدريبية يجب كذلك الذهاب لسيارة لمدارس تعليم السياقة من أجل الخضوع من جديد لرخصة سياقة جديدة وبالتالي الناس اللي مشات لهم الرأسي تخصم عدو البرميد عدو البرميد جديد يعني بحيث مع ملوك نعندو البرميد مشيت جديد وإنما إعادة رخصة سياقة جديدة شكرا لك عبد الفتاح ممن وإلى كلمة القانون الأربع المقبل على هامشي الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف والذي تحييه الزاوية القادرية البوتشيشية بمداغ نواحي بركان تم بالأمس قص شريط افتتاح القرية التضامنية في نسخة 11 دورة تحتفي بالتميز المغربي بمنتوجات مجالية بعلامة صنعة في المغرب عبد الحميد المرابط عبد العلي أعميراش علامة صنعة في المغرب بكل ما تحمله من تميز وإبداع تؤثث كثيرا من أروقة هذه القرية التضامنية التي تضع بين أيدي الزوار ما تزخر به بلادنا من منتجات مجالية أبدعت التعاونيات في تثمينها حاصدة إعجاب المستهلكين المغرب والأجانب اشتريت الزبيب المغرب جيد جدا أكلتها وزوين وقنت معي إلى نيجيريا أعطي الأم الجافاف وتغييرات المناخية خلتنا انطرنا أننا نفكره في مشروع أخر الزبيب الثمين العينب أننا سيكون محلي ومنطقة لنا الأكثر من ثلاث متطوع لقلون أنهم فورماسيون لكي يتعلمون كيف يصنعون سابون نهار الفورماسيون اللي هو البارح درنا كل من سابون البلدي مغربي ودرنا سوليد بزيت أرقام تكوين وتأهل التعاونيات وتحريك عجلة الاقتصاد التضامني والاستثمار في الابتكار الاجتماعي وتبوئ علامة صنعة في المغرب المكان التي تستحقها هي أبرز أهداف هذا المعرض الذي يقصد الزوار القادمون من مختلف بقاع المعمور احتفالا بالمولد النبوي الشريف كل عام نجيو هنا ندزل المولد النبوي ونجيو هنا نشري الطبيعة الشفاء للناس مناسبة لكي نسوق المنتوج التقليدي في زمن قياسي صغير في العالم كل الزوار الذين يأتون من أمريكا ومن أمريكا اللاتينية ومن إفريقيا ومن أسيان من جميع القارات فبطبيعة يأخذون ذكريات وحتى يترسخ الذكر الحسن لصورة المنتج المغربي في نفوس الزوار تقام ندوات ودورات تكوينية لبلورة حلول كفيلة بتجاوز تحديات العمل التعاوني وتعزيز دور القيم في العمل والإنتاج واليوم إلا مشينا في طريق الجودة مشينا في طريق الحكامة التي هي مبنية على أسس علمية إن شاء الله بإذن الله سنزيد بماركات مغربية ليس غير في المغرب ولكن المسألة التي هي تكون عالمية تسليط الضوء على ما تظهر به بلادنا من منتوجات مجالية ذات جودة عالية وأهمية القيم الأخلاقية والوطنية والثقافية والحضارية لمغربنا العزيز للرقيب على ما تصنع في المغرب في الأسواق الدولية والعالمية لما تحمله هذه المنتوجات من جودة وأصالة تجعل المغرب يتبوأ مرتبة عالية لهذا الإرث الثقافي والرأسمال اللمادي المهم القرية التضامنية تطفئ إذن شمعتها الحدي عشر بعبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في رحاب الزاوية القادرية البتشيشية بمداغ وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة في بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة فإن أمير المؤمنين جلالة الملك محمدا السادس سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالعاصمة رباط بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء 11 ربيع الأول لسنة 1445 هجرية وفي القاهرة اليوم وبإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للكاف مونديال إفريقيا لسنة 2025 سيحتضنه المغرب الخبر تأكد اليوم في القاهرة بعدما تبين أن البلف المغربي يستجيب لكل الضمانات ولدفتر التحملات الذي وضعته كف لحدث إفريقي كبير كان 2025 أما كان 2027 فبتنظيم تلاتي نتحدث عن كينيا أغندا ثم كينيا أغندا وتنزانيا بهذا نكون قد وطن إلى ختم النشرة ظاهر الموعد الإخباري القادم مازيغي في الثامنة والنصف مساء أنفس واغ مع إحسان بن بل المسائية في التاسعة والربع ليلا مع زكريا إتاب المجيد إلى الغد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر